السلام عليكم مرحبا بكم اليوم في فيديو جديد اليوم سنضر الشيار او البطبوط كل واحد كما يسميه سنضره بطريقة سهلة وطريقة ما تاخدش منك واحد العناء يعني بيده واحدة ستخرج شيار التي يكون اسفنجي كيف ما نقوله وتيجي زوين وسهل يعني ما تبقيش مرة اخرى اخرى تواح لي معه المهم كناخده هنا وقدرت في القياس اللي بغيت ديال الفورس وغادي نزيد عليه دابا القياس ديال القمح انا دير القمح ديال النخالة طبيعا الحال انا بغيش يدير الفينورة كديري غادي ندير الخميرة القياس القياس اللي غادي قد واحد طريقة اللي سهلة اللي سهلة بثب بلاد ليك بلا تحاجة بايد وحده غادي يخرج ذاك الشيار يخرج شيار كحمق نتمنى ان شاء الله تجربوه وتردو علي فلك ومنطق درت هنا يا الملحة بطبيعة الحارة تنبعدها على الخميرة باش تخلي تخلي هي خمير وتخلي الخميرة تعطي تفاعل ديالها عندي المدافي كندوب فيها الخميرة هي اللولة باش ما تبقاش باش ما تبقاش ليها هكاك كويرات ديال الخميرة ندوبها بيدي عاد من بعد غادي نخلط كل شيء ولا بغيتو يخرج ندهب بزاف ديرو زيدو سكار ديال سكار سانيدا واحد معلقة او لاجه معلقات اللي في الطياب كتخليه يكون مدهب المهم راني كان نجمع دابة في الجينة غادي نجمعها بالما غير القياس اللي غادي تجمع ما غاديش ندلكها نهائيا يعني غير باش ما يبقاش طحين هكا بوح ديتو يتجمع ويتخلط ليها مزيان كيف ما غا تشوفوا معايا دابة في الفيديو وصدقوني والله لها الطريقة لك تحيد عليك الحمل ديال بدليك وساهلة وما تبقيش تعجزي مرة اخرى عليه يعني كيجيك اسهل حاجة وغادي تجربوها وغادي تخرج معاكم نتيجة رائعة وذيك ساعة جاوبوني رجعوا الفيديو وجاوبوني بالكومنتر طبيعة الحر في الاخرة الفيديو غادي تشوفوا الشكل النهائي ديال ديال البطبط كيف الجا المهم دابة انا كان نجمع في الاسفل ديال الايناء راتي كنت حين ما زال يعني غادي نحاول نجمعها كام لما تخلي حتشي بلاصة حتشي بلاصة هكا فيها غير طحين يد واحدة كيف ماشوني دابة تبعو الطريقة اللي في الفيديو وغادي تشوفوا كيفاش غادي خرج غادي نستعمر نجمعها بها الطريقة هذي حتى يجمع لي الطحين مزيان كي ياخدش الوقت ضغية ضغية كيف ما كتشوفوا صافي دابة هاية جمعات كيف مماشته ما دلكتها متى حاجة غير جمعتها بالماء وصافي غادي ندهنها بشوية ديال الزيت وغا نغطيها بلاستيك بسلوفان او لان رات قدلي درت بلاستيك بلاستيك عادي موهم غطيوها بالبلاستيك وغطيوها بزيف هكا باش تلات خمر وحد خمسلاشر دقيقة ما كاملة شو غادي ترجعوا لها ضغيات خمر ضغيات غادي تطلع ضغيات غادي تطلع هيا من بعد ما خمرات شو كيفاش ولت ضعف الحجم ديالها بزاف دابا هنا وجدت البلاست فين غادي ندير الكويرات ديال البطبود عندي شوية ديال الزيت باش غادي ندهن ايدي كيف مشتل عزينا كتكون مرخوفة يعني ما قاس حاش كتكون مرخوفة باش كي يجي زوين وكي يجي مهوي كيف ما غا تشوفوا ان شاء الله في آخرة الفيديو ندهنت ايدي بالزيت ودابا كان نشكل الكويرات على هات الشكل هذا انا رأي اني كان حاول نسرع الفيديو باش ما يطولش عليكم المهم دابا اني غادي نستمر بها الطريقة هذي حتى نكمل لازينة كاملة اللي عندي ومن بعد نخليها ترسح واحد شوية ونقرسها ونقرسها حتى نكمل كل شي عادي نحاول ندوز لكم المرحلة الاخرى باش ما يدعش الوقت هكا في الفيديو وباش ما يطولش عليكم دابا بقت لي هادي هايا صغيرة اللي شاطت صغيرة غادي نديرها حتى هي المهم دابا غا نخلي يرتاح شوية شوية كيف مما شفتو انا غادي نرجع نقرسهم وحدة بوحدة كندير انا الفورس حيتاش الفينو الى درتو غادي تحرق لي مع المقلا كي اعطي كي ولي محرق وكي بقى اللي ساقدو كل حبيبات هكا كحليل ما كيعجبنيش وحتى كي اعطي حتى الدخان في الدار بزيف فمني كي يكون هكا كي طيب كي اعطي الدخان مع المقلا صافي هانا تابا كنقرسها ندير الفورس هكا باش ما ينسقش ليه في الزيف في الزيف ديال الخبز هادي نقرسهم كاملين بنفس الطريقة ونخليهم يخمروا واحد شوية ماشي بزاف حيث العجينة فيتا خامرة يعني ما غاديش تصارغ بزاف ضغياء غادين يخمروا ما غانتعطلش عليهم وغادين ندير المقلا كتسخن نتمنى انكم تجربوها وانا متأكدة متأكدة إلا جربتوها ما غا تبقوش نديرو البطبوط بطريقة اخرى يعني غا تبقو ديما نديرو هالطريقة هادي ليا انا كنديرها دائما دابا هانا كملتهم غادينا نخطيهم ونخليهم يرتاحوا واحد شوية يعني خمروش ويكي ماشي بزاف دابا هانا درت المقلا من بعد ما سخنات رشيتها بالزيت باش نبدا نطيب الطريقة دي عنا العادية كيف ما كنطيبو كاملين اه كطيب هاكا من التحت حتى كطيب زيان من التحت ما كنقلبوها السور بلاس حتى كطيب من التحت عاد كنقلبوها الجهة الاخرة باش تنفخ كيف ما كتعرفو غنستعمر دابا بها الطريقة حتى نطيب كل شي وتبقوا معي الفيديو باش تشوفو في الاخير تفجه كيف ما كنت اخبروها كيف حياتلو لك نتمنى كيف ماشي بشتوه واي دابا ثانية كيف يتماش في طريقة العادية كنستمر بها كيف شغل اللغة كيف ما قلت لكم تخليوا احتطي من تحت عد تقلبوها وترشوا بطبيعة الحال الزيت سوف انا غادي نكمل كل شي بنفس الطريقة ونشوفوا ان شاء الله كيف الجاو في اخير الفيديو ولي اول مرة غادي تشوف القناة نتمنى منكم تهبطوا الزر الاحمر اللي كانت تحت الفيديو وديروا اشتراك وتفعيل الجرس باش يبقى يوصلكم كل جديد جديد بالوصفات جديد بافكار جديد بالمجال الخياطة يعني كل جديد اللي كان دير في القناة ان شاء الله باش توصلوا به انتوما الولا بالزر دير الجرس وليعجبوا الفيديو ادعموا بجام للفيديو ومرحبا بكم ان شاء الله في اي فيديو درج جديد واي حاجة في القناة اه ودفا انا كملت وهذا هو بشكل نهائي كفجة انتو متتشوفوا تبارك الله من فوق وامحوي من داخل انا غادي نحلكم باش تشوفو وارطب رطب بزاف يعني واحد هادا كيجي الشيار تيجي زوين يعني غادي تجربو هنتوما وغادي تعرفو يعني لا داعي باش نبقى نشكر لكم غادي تعرفو اتعرفو الراسكم كيف اجا انا غادي نقطع لكم واحد طريف باش تشوفو البلداخل لكيكون اسفنجي مهوي وارطب بزاف نتمنى يعجبكم الفيديو ومرحبا بكم ان شاء الله فيديو جديد